لا يزال مسجد الجزائر الأعظم يصنع الحدث بعد تجشينه قبل أيام فبعد الجمعة الأولى التي تم تجشين المسجد فيها والتي استطاعت استقطاب أزيد من ثلاثون أو ثلاثين ألفا مصل ها هي أول جمعة من رمضان تستقطب أزيد من خمسين ألفا مصل أتوه من كل حدب وصوب ومن كل ربوع الوطن فرحين برمضان وفخورين بهذا الصرح الديني الذي أصبحت الجزائر تتزين به أمام العالم للإشارة مشاهدين فإن مسجد الجزائر الأعظم يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم وبقدرة استيعاب تصل إلى مائة وعشرين ألفا مصل تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت كالتالي والبداية مع تقوى التي كتبت ما شاء الله ربي دوم النعمة ونشوفوا شبابنا في الطريق الصحيح والمكان الصحيح العقوبة للي ما زالوا تعليق آخر من سوريا جاء فيه إن شاء الله يقعدوا دوموا حتى مور رمضان وما يفرغوش الجوامع كما مولفين تعليق آخر لليا جاء فيه هذا العام شهدت المساجد إقبال كبير من طرف الشباب إن شاء الله نشوفها على طول السنة وفي آخر تعليق ما شاء الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم نفس عدد المصلين في صلاة الفجر وكل الصلوات المفروضة يا رب اللهم آمين